بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وسحبه وسلم تسليما كثيرا تفسير رؤية حلم خلع الحجاف في المنام وحلم كشف الشعر خلع الحجاف في المنام بيدول على ذهاب الحياة عن الرؤية سواء كانت عزباء او متزوجة رؤية خلع الحجاف في الحلم بيدول على انكشاف الاسرار المخفية خصوصا انكشف الشعر المرأة في المنام امام الغرباء خلع الحجاف في الحلم ان كانت الرؤية وحدها قد يدل ذلك على زوال عقبة في طريقها او زوال حاجز بينها وبين شخص تحاول التقرب اليه لمصلحة اما خلع الحجاف وكشف الشعر في المنام امام الناس بيدول على الفضيحة او التمرد وكلا كشف الشعر امام الناس مصيبة تتعرض لها الرأية اما خلع الحجاف في الحلم بيرمز الى الوجوه عن التوبة فمن رأت انها تلبس الحجاب وتخلعه في المنام ربما عادت الى معصية طرقتها او زنب تابت عنه كذلك من رأت انها تخلع الحجاب في الحلم ثم تلبسه مرة اخرى فهي تسلك طريق الخطأ وترجع عنه اما الشعر المكشوف في المنام زينة زينة المرأة فاذا رأت الشعر المكشوف في الحلم وهي وحدها دلزلك على التوفيق والسعادة بقدر جمال شعرها في المنام وطوله كذلك كشف الشعر امام الزوج في المنام تفسير عدم لبس الحجاب وكشف الشعر في الحلم امام الاخ او الاب بيشير الى الخير الذي يعم على اهل الرأية اما الشعر المكشوف في المنام امام الغرباء لخير فيه بيدل على زهاب الحياء اما تفسير نزع الحجاب في الحلم بيدل على الضرر والفضيحة فمن رأت شخصا ينزح حجابها في المنام كان سبب في مفارقتها من تحب او سبب للفتنة بينها وبين زوجها او اهلها خلع الحجاب في منام العزباء بيدل على قرب زواجها ان كانت وحدها في الرؤية وقد يدل خلع الحجاب في حلم العزباء على افتضاح سر من اسرارها او تورطها في امر يذهب عنها الحياء والخجل بيرمز حلم خلع الحجاب للعزباء على القرارات السيئة او المتسرعة التي تندم عليها فيما بعد خلع الحجاب امام الاخ والاب في المنام بيدل على التوفيق والسرور والرزق اما خلع الحجاب امام شخص غريب في المنام للعزباء بيدل على الفقر والمشاكل الكثيرة التي تتعرض لها في العمل او الدراسة وخلع الحجاب في منام الفتاة العزباء بيدل على تأخر زواج الفتاة خلع الحجاب في منام الفتاة المخطوبة بيدل على فسخ الخطوبة وعدم تمام الزواج خلع الحجاب امام رجل في منام العزباء بيدل على الزواج مرات انها تخلع الحجاب في المنام امام رجل مجهول دلزالك على قرب الفرج وربما الخطوبة او ربما رؤية خلع الحجاب امام رجل تعرفه في المنام بيدل على الارتباط بهذا الرجل تحديدا او يكون له دور في زواج الرائية أما خلع الحجاب إمام الرجال في المنام للعزباء إن كان في الشارع أو في مكان عام دل على قصرة الكلام عنها وعن سمعتها بالحق أو بالباطل ومرات إنها تخلع الحجاب في الحلم سما تلبسه فهو تتبرأ من تهمة أو تنجو من فضيحة أو ترجع عن زم والله تعالى أعلى وأعلم خلع الحجاب في منام المرأة المتزوجة بيدل على فراج زواجها أو قصرة المشاكل بينها وبين زوجها وقد يدل خلع الحجاب في الحلم المتزوجة على حزن وضيق بسبب أبنائها أو فرقهم ومن قالت رأيت نفسي دون حجاب في المنام عليها أن تحذر من انكشاف أسرارها ولا تقصر من الكلام في خصوصيتها ويدل خلع الحجاب في حلم المتزوجة على أشخاص يريدون بها الضرر أو يتلصصون عليها ويتبعون أخبارها بنية سيئة مرأة إنها تخلع الحجاب إمام زوجها في المنام فهي بشعر بالرزق والراحة وحل المشاكل خصوصا مرأة شعرها في المنام أجمل مما هو عليه في الحقيقة أما إزارات المرأة المتزوجة زوجها ينزح حجابها في المنام إمام الناس وهو يفضح أسرار بيت الزوجية ويتكلم عنها أمام الآخرين وقال ابن سيرين الحجاب في المنام للمتزوجة بيدل على حال زوجها فإن طرى الحجاب عن رأسها في المنام فارقت زوجها وإن احترق الحجاب أو تمزق في الحلم دل على المشاكل والفتنة بين الزوجين والله تعالى أعلى وأعلم خلع الحجاب في منام المرأة المطلقة بيرمز لنهاية زواجها إلى غير رجع ويدل خلع الحجاب في الحلم المطلقة على القيل والقال وتناول سيريتها بين الناس ربما دلت رؤية خلع الحجاب في المنام المطلقة إن زوجها بيتكلم عنها بين الناس طيب وإن رأيت المطلقة أو الأرملة إنها تخلع الحجاب وهي لوحدها في المنام بيدل ذلك على عرض الزواج كما بيدل لبس الحجاب في الحلم المطلقة أو الأرملة على الزواج إن كانت أهلا لذلك أما نسيان لبس الحجاب في الحلم المطلقة وللأرمالة بيشير إلى مصادقة أشخاص لا خير فيهم وتشكر رؤية همومها للأشخاص الخطأ الذين يفشون أسرارها ولا يرودون بها خيرا هذا كان تفسيرنا النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته